أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند النهاردة الحديث معنا في هذه الفقرة هيكون عن التحكيم في قرة إفريقيا ومستوى التحكيم في مباريات إفريقيا في الفترة الأخيرة كلنا شايفين في شكاوة عديدة جدا من الاتحادات الوطنية أو حتى على مستوى الأندية يعني نادي سانداونز قدم شكوى ضد الحاكم المغربي رضوانا جيد على أداءه في مباراته أمام الآلي أيضا كان قدم شكوى على وجود هيسة مباريات الحاكم التونسي في مبارات سانداونز أمام المريخ التي تلعبت على أستاذ السلام نهضة بركان قدم شكوى أيضا على أداء الحاكم الكونغولي جان جاك ندالا في أداءه في مباراته سيمبا ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية الاتحاد الجزائري قدم شكوى للاتحاد الإفريقي على تعيين جوشوا بوندو الحاكم البيتسواني في مبارات الكاميرون والجزائر في لقاء الزهاب في ملعب جابوم التي تلعب في دولة إن شاء الله يوم 25 مارس ففي شكوى عديدة جدا حتى النادي الأهلي السنة اللي فاتت والسنة قبل اللي فاتت قدم شكوى يعني عديدة ضد عدد من الحكام كان أبرزهم مثلا بكاري جسامة كان بملكة سيمة حكام كسرين في الفترة الأخيرة فهو هنا ممكن نسأل سؤال أداء التحكيم الإفريقي خلال الفترة الأخيرة والتعيين القادم كمان في مبارات الأهلي مبارات الأهلي أمام المريخ إن شاء الله تتلاقي بيوم الجمعة الساعة 6 على ملعب الأهلي والسلام تم تعيين حكم سنغالي طاقم تحكيم سنغالي بقيارة الحكم الدولي ماجيت نيضاي كلنا عارفين كمان أداء ماجيت نيضاي في كأس الأمم الإفريقية وأخطاء التحكيمات كانت موجودة سواء لنيضاي أو بكاري جسامة أو نادالة أو عدد كبير جدا من الحكام كمان نادي المريخ كان اشتكى من أداء الحكم الجزائري مصطفى غربال فبالتالي في سوء في مستوى التحكيم الإفريقي وده يخليني أسأل سؤال البعض ممكن يكون مستورة بأن احنا نطرح سؤال زي ده من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر برنامج الترند نحن طبعا كنا دايما بننتقد الحكام المصريين وعلى أداء الحكام المصريين في المباريات المحلية ولكن هنا احنا بنقف بقى في صف الحكم المصري وقت ما بيبقى هنا الأمر متعلق بإسم مصر أو حكم بمص المصر في محافة دولية لازم نقف وندفع عنه لازم نقف ونتكلم في صفه لأن أيا كان المستوى اللي ممكن نشوفه من الحكام المصري مش هيوصل للمستوى اللي احنا شايفينه من الحكام الأفارقة في الفترة الأخيرة يعني مباراة سينبا ونهضة بركان هدف مؤكد بنسبة 100% حسب تسلل ضربة جزاء لفريق نهضة بركان الحكم القنغولي نادالة لم يحتسب إلا عبرق للجزاء ليه بأتكلم عن المباراة تحديدا لأن الحكم اللي هيدير هذه المباراة أو هيدير مباراة مصر والسينغيال هو اللي كان بيدير مباراة سينبا ونهضة بركان في كاس الكنفدرالية فبالتالي عندي تخوف البعض يقول لي ما هو فيه الفار كل حكام من أوروبا لكن في نفس الوقت الحكم الموجود في الملعب هو صاحب القرار الأول والأخير حكم سينغيالي بيدير مباراة في كاس الكنفدرالية المفروض مش مستوى قوي ولا صعبة وكل هذه الأخطاء التحكمية المؤسرة في نتيجة المباراة برضو في نفس الوقت تيجي تبص على أسماء القطقم التحكمية اللي هتدير مثلا مباراة غانا وناجيريا صادق السلمي التونسي هيدير مباراة ناجيريا وغانا في الإياب تبص على باقي المباراة هتلاقي مثلا بابلاكة سيمة بيدير مباراة مالي وتونس تشوف المباراة العودة في رادس في تونس هتلاقي حكم سينغيالي ماجيت نيضاي اللي هيحكم مباراة المريخ والآلي هو اللي هيدير مباراة تونس ومالي لقاء الإياب في تصفيات كاس العالم يوم 29 مارس تبص على باقي المباراة مباراة كبيرة زي الكاميرون وجزائر ماتش الأولاني في الكاميرون هتتلاقي في ملعب جابومة في دولة هتلاقي الحاكم البتسواني جوشوا بوندو وده الحاكم ده تقدم فيه شكاوة عديدة قبل كده في فترات سابقة وكننا فاكرين الوقع الشهيرة في مباراته أمام منطقة النادي الأهلي في ملعب رادس مع النجم الساحلي حاكم عنده 45 سنة على وشك الاعتزال حتى القوام والوزن والرشاقة بتاعة الحاكم مش موجودة في الحاكم البتسواني جوشوا بوندو لكن الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الدولي ده المباراة كبيرة زي مباراة الكاميرون وجزائر تيجي تبص على مباراة العودة هتلاقي مثلا فيكتور جوميز في مباراة الكاميرون ومباراة المغرب والكنغو الديمقراطية تلاقي كمان الحاكم البروندي اللي لسه صاعد وصغير في السن بيدي المباراة العودة هتلاقي في كازا ما بين المغرب والكنغو لا يعني كل حكام دي بكم الأخطاء التحكمية اللي موجودة موجودين في مباراة مهمة ومباراة فاصلة تبص حتى على مجموعة الاهلي هتلاقي فيها اتنين حكام غير بحكمه نور الدين الجعفري وردوان جيد تبص تلاقي مصطفى غربال تبص تلاقي هيسا مكيرات تيجي تبص على الحكام الأفوار تلاقي بكاري جسامة ومجيت نضاي وبملكة سيمة تيجي تبص على الحكام المصريين ما تلاقيش غير مباراة إبراهيم نور الدين قدرها يوم 12 فبراير اللي فات كانت مباراة النجم الساحلي وشباب بولوزداد بعد كده تلاقي محمد معروف في مباراة التراجي والنجم الساحلي ومحمود البنة في مباراة شبابة الثورة الجزائري مع أهل ترابلس الليبي طبقاء الحكام المصريين فين مش شايف أي حكم مصري آه ممكن يكون عندهم بعض المستوى أو بعض الانخفات في المستوى الفترة الأخيرة لكن ليس لدرجة أنهم يكونوا بعيدين كل البعد عن هذه المباريات أمين عمر الحكم المصري المرشح لكاس العالم في قطر 22.22. مش موجود على ساحة خارطة المباراة الإفريقية يعني أنا بتكلم على أداء الحكام الأفارقة السيئ جدا ومع ذلك بلاقيهم في أهم المباريات هل في ناس بتدفع عنهم؟ هل في ناس جوه الاتحاد يدفقوا بيوفر في صفهم؟ طب أنا مش هوجه السؤال للمسؤولين في الاتحاد الإفريقي. الاتحاد المصر لازم يكون ليه دور مع الحكام المصريين إزاي الحكام المصريين مش موجودين في المباراة الإفريقية الكبيرة؟ إزاي ما فيش حكم مصري في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم؟ مصر والسنغال حطاها على جنب. ده ماتش أكيد فيه مصري فمش يبقى فيه حكم مصري. لكن الأربع المتشف الثانيين هل جوشوا بوندو أفضل من أمين عمر؟ أفضل من محمود البنة؟ هل بابلاكت سيما أفضل منهم؟ التقييم اللي حصل للحكام المصريين في كاس الأهم الإفريقية في الكاميرون كان أعلى تقييم من حكام أفرقى أداره مباراة كبيرة أو هيديره مباراة كبيرة في تصفيات كاس العالم؟ ده الجزء الثاني وأنا بتكلم على الشاكاو اللي تقدمت من سانداونز ومن نهضة بركان ومن الاتحاد الجزائري. الاتحاد الافريقي حتى هو بيرد على الشاكاوي؟ يعني شكوى نادي سانداونز كان بيتكلم على أن مجموعته بيلعب فيها مع تلات فرق عربية. إزاي الاتحاد الافريقي يعين في حوالي لغاية دلوقتي أربع مباراة لسانداونز تلات حكام عرب في الفترة السابقة. دعبوا أربع ماتشوات فيه تلات حكام عرب أو حكمين عربيين أداروا مباراة ليهم. هاي سمكرات وردوان جيد. قدموا شكوى. هل الاتحاد الافريقي مثلا بيوفر تمن التذاكر أو التناقلات فيجيب حكام من زون أو منطقة جهورفية قريبة من ملعب المباراة؟ يريد يقولك لا أنا بختار طبقا للكفاءة. طبقا للكفاءة. ده جوشوى بندو أدار مباراة كتيرة في دوري أبطال إفريقيا وعنده مباراة حاسمة. هي آخر سنة وبيعتزل. ده مفهوم. بس في نفس الوقت مش عشان بيعتزل تكافؤ بكذا مباراة ومستوى الفن متراجع. انت في كاس الأمم حتى ما دتلوش مباراة كبيرة. ما دتلوش مباراة كبيرة. كان أكبر مباراة من نسباله. أدركت مباراة مصر والسودان. دي أكبر مباراة من نسباله. فبالتالي في شكاوي كتير جدا من أداء التحكم الإفريقي. والأداء والمستوى مش مرتبط بس بالأداء الفني داخل الملعب. لا. الشكاوي كمان من فكرة التعينات والتوزيعة للي بتحصل له الحكام في المباراة الأخيرة. أنا اللي مزع عني من كل اللي بقوله ده بغض النظر عن المستوى. والناس كلها عرفها وبقى تحافظة أسامي الحكام. حتى اسم ما جيت نضاي لما تردد مباراة. والناس كلها عرف أنه يدي المباراة المريخ والقالي. الناس كلها متضايقة وخيفة. لأنه ما فيش حتى تقنية الفيديو في دور المجموعات. لكن بكل المستويات دي ما فيش حكم مصري في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم. في الاتحاد الكورم للموضوع ده. أنا حشايف حتى الناس كلها بلا استثناء. محدش مهتم بالقضية دي. معنا أن ما فيش حكم مصري في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم أن نسبة وجود حكم مصري في كاس العالم اللي جاي في قطر لا تتخطى العشرة في المية. بعد جهات جريشا آخر حكم كان موجود في كاس العالم في روسيا مش هيبي عندنا حكم في كاس العالم اللي جاية في 2022 ولا 2026 بالمنظر ده وبالمستوى ده لازم الاتحاد يكون ليه دور ويعرف ليه الحكام المصريين مش موجودين في الدور الفاصل. ليه الحكام المصريين مش موجودين بكسافة في مباراة الأندية الإفريقية سواء دور الأبطال أو كاس الكونفيدرالية. ده سؤال لازم الناس تسألوا. لازم المسؤولين يسألوا ويدافوا عن الحكم المصري في الفترة اللي جاية. أنا بقول في البداية الناس ممكن تندهش وتستغرب. إحنا هنا بندافع عن الحكام المصري. وإحنا أكثر الناس بننتقد التحكيم المصري في المباراة المحلية. إحنا بننتقد على الأخطاء وبننتقد على الأخطاء الفنية في المباراة. لكن في نفس الوقت بكم الأخطاء الفنية بالمقارنة بالحكام الأفرقلة. لازم نقف في صف الحكام المصري. إزاي مش موجود في المباراة الإفريقية اللي جاية. ده دورنا هنا الدور الوطني. إحنا نقف في صف الحكام المصري في الفترة اللي جاية.